تحية متجددة مشاهدين اينما كنتم مهلا بكم الى جولة في الصحافة لنهار اليوم البداية ستكون من صحيفة القدس العربي التي نطالع عنوان في صفحتها الاولى حول مستجدات الاوضاع في غزة ونقرأ فيها استهداف او عشرات شهداء في استهداف مركز للانروا والمقاومة تقتل خمسة عشر جنديا بتفجير منزل الصحيفة اكدت ان قصف مدفعي للاحتلال استهدف مبنى تعليمي للانروا يأوي نحو عشرة الاف نازح بخان يونس وذكرت ايضا الصحيفة مشاهدين ان الاحتلال وفي اطار حربه الشعواء يستهدف بشكل مركز محيط مجمع ناصر الطبي الحكومي ومستشفى الامل التابع للمجمع الهلال الاحمر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة كما قطع الطرق ايضا للوصول الى هذه المستشفيات في المقابل ذلك مشاهدين كشفت مستجدات الاوضاع ايضا في قطاع غزة وفي ذات الصحيفة ان كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الاسلامية انها تمكنت من استهداف قوة اسرائيلية تزيد عن 15 اسرائيليا وهم جنود كانوا متواجدين في الميدان متحصنين داخل منزل غرب مدينة خان يونس بقذائف التي بي جي عفوا واوقعتهم جبيعا بين قتل وجريح الى صحيفة الاخبار اللبنانية التي تطرقت لملف المفاوضات الجريح للوصول لصفقة تبادل اسراء واكدت ان معضلة الاسراء تحاصر اسرائيل في وقت ايضا تتضارب المعلومات المتداولة حول الصفقة المحتملة لتبادل الاسراء بعد ان ارسلت اسرائيل عرضا جديدا لصفقة على مراحل تترافق مع هدنة مؤقتة قد تمتد لشهرين ونقلت الصحيفة عن وكالة رويترز للانباء امس قولها عن مصادر اكدت ان اسرائيل وحماس احرزتا بعض التقدم نحو الاتفاق على وقف لاطلاق النار في قطاع غزة لمدة ثلاثين يوما يطلق في خلال هذه المدة صراح اسراء اسرائيليين وفلسطينيين واشرت المصادر الى ان الجانبين مازالا على خلاف بشأن كيفية انهاء الحرب وان حماس رفضت المضي قدما في الصفقة حتى تتم تسوية هذا الخلاف في المقابل نفت المتحدثة باسم الحكومة الاسرائيلية الينا شتاين التقارير التي افادت باحتمال التوصل الى اتفاق جديد وقالت لن نتخلى او لن تتخلى اسرائيل عن تدمير حماس واعادة جميع الرهائن ولن تشكل غزة تهديدا امنيا لاسرائيل بحسب قولها نبقى في ذات السياق مشاهدين ومع صحيفة الغد الاردنية التي تتهم بنيمين نيتين ياهو بممارسة الخداع والمراوغة بشروط تعجزية التي قالت انه يطلب فيها من حركة حماس ان تكتب شهادة وفاتها بنفسها ما يعرقل عشرات المبادرات لابرام صفقة تبادل اسرى جديدة ويظهر عدم جدية الاحتلال في التوصل الى اتفاق وتضيف الصحيفة التي اختارت عنوان عرقيل نيتين ياهو لاحباط ملف الاسرى لكسب الوقت بشروط تعجزية ان نيتين ياهو يسعى لكسب المزيد من الوقت رغم تصاعد مطالب الشارع الاسرائيلي لاستعادة اسراه من غزة الا انه فرض شروطا غير منطقية وتعجزية تتمثل في خروج قادة حماس لسيما يحيى السنوار ومحمد الضيف من القطاع وهو امر غير منطقي ومرفوض من الحركة فالجانب الفلسطيني يسر على آلية قضية واضحة تتمثل ايضا في عملية تبيض سجون الاحتلال بما يشمل كافة الاسرى في سجون ومعتقلة الاحتلال في وقت تستغل ادارة سجون الاحتلال لانشغال العالم بالقطاع في غزة لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين العزل اسوة بقمع الاسرى والتنكيل بهم وقهرهم سيما اولئك الذين مر على اعتقالهم سنوات طويلة نختم مع صحيفة العربي الجديدة التي عادت للوضع الانساني والاقتصادي الصعب الذي يعيشه سكان غزة بسبب العدوان المتواصل وعنونت صدر صفحتها الخبز اغلى من الذهب في غزة وقالت الصحيفة ان سكان غزة يضطرون لبيع بيع مدخراتهم لتلبية احتياجاتهم الاساسية في وقت باتت قيمة الخبز اغلى من الذهب في غزة بعد مرور مئة وعشرة ايام من العدوان الاسرائيلي والحصار المطبق على القطاع مع تفاقم الاحوال المالية لدى الاسر الفلسطينية في مختلف المحافظات محافظات القطاع بالسبب غلق المعابر التي تسببت في تعطل مختلف المهن التي يقتات منها الفلسطينيون ما دفعهم الى ايجاد بداء المؤقتة وان كانت صعبة تتمثل في بيع حلي نسائهم وغيرها من المدخرات لسد جوع اطفالهم تقول صحيفة العربي الجديد الى هنا مشاهدين نصر وإياكم الى ختام هذه الجولة في الصحفة السلام عليكم